إخفاق أوروبي جديد في الاتفاق على تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحرنة يعزى وفق مصادر ديبلوماسية في بروكسل إلى خلافات داخلية بعد إصرار بولندا على ضرورة خفض السقف للحد من قدرة موسكو على تمويل حملتها العسكرية في أوكرانيا فشل ممثل حكومات الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي يتروح بين 65 و 70 دولارا للبرميلة بعد إبداء بولندا ودول أخرى اعتراضها على السعر المقترح إذ ترى أن ذلك لن يضر موسكو لأن الخام الروسي يتم تداوله بالفعل دون هذا النطاق السعري عند 63 دولارا ونصف للبرميلة ويتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط متزايدة من مجموعة السابع والولايات المتحدة الأمريكية حيث تتطلع المجموعة إلى وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و 70 دولارا للبرميلة فيما اقترحت وزيرة الخزانة الأمريكية جاني تيلين تحديد السقف عند 60 دولارا للبرميلة وتضغط بولندا ودول البلطيق من أجل سقف أكثر شدة وأقل سعرا يتراوح بين 30 و 40 دولارا للبرميل الخامة بينما تتمسك اليونان وملطا وقبرص إما بسعر أعلى أو تعويض لحماية صناعاتها في مجال الشحنة كان من المتوقع صدور إعلان الأسبوع الماضية لكن خلافات أوروبية حالت دون ذلك واستأنفت دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل محادثاتها في ظل انقسامات عميقة فيما بينها لتحديد المستوى المناسب بهدف إلحاق أقصى قدر من الضرر بروسيا وأقله بالدول الأوروبية ويتوقع أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر المقبل ليتزامن مع حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحرا من النفط الخام الروسي وحظر بريطاني مماثل على الخام الروسي